السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة في جعبة إفادة يوم ان شاء الله عنا الكتاب المدرسي المنهل في النشط العلمي للمستوذى الاتدائي صفحة 18 الحصة الثانية حاجية النباتات الموضوع خصائص النباتات وتفاعلها مع البيئة هدف التعلمي أتعرف أهمية التغذية والتنفس والضوء والماء بالنسبة للنبات تحتاج النباتات إلى عناصر ضرورية لعيشها منها الماء كما تنشوف هنا واحد النبتة هنا لماذا تحتاج إلى الماء؟ هناك من يسقيها وتحتاج إلى التربة وإلى الهواء لكي تعيش وتنمو وتخضر تعيش في سالة إذن أتساءل ما هي العناصر الضرورية لعيش النباتات؟ ما هي العناصر الضرورية لعيش النباتات؟ إذن هذا هو التساؤل ما هي العناصر الضرورية لعيش النباتات؟ تحتاج النباتات الى الماء والمهي اضع نباتة الى الماء والهواء والثربة ويكون في التربة تمتص لأملح المعدنية إذا تحتاج النباتة إلى الماء والهواء والتربة وأملاح المادينية إذا نشوفوا النشاط الأول ونجزوا المناولة الأولى هذه هي كما تلاحظوا هذه هي المناولة الأولى أخذ نبتتين متشابهتين في أصيصين بهما تربة وأسقي إحدهما النبتة الأولى بانتظام بينما الأسقي الأخرى النبتة الثانية إذا نجد أن أخذ أصيصين نفس النبتة هذه أصيصين نفس النبتة وهذه كذلك أخذنا النبتة الأولى وهي هذه بقيت الأصيص الأول والأصيص الثاني بقيت تنسقي الأصيص الأول بانتظام بينما لا أسقي الأخرى هذه ما تنسقيهاش بعد 15 يوم ما تنسقيه أنها تنسقيه في الماء بانتظام كيفية كبرت؟ معنى أنمات قال ليها النمو تتكبر والأوراق ديلها خضراء بأنها عيشة بينما الأصيص الثاني بعد 5 أيام ما تنسقيه؟ سفارت ودبلات والأوراق ديلها كيفية عيشة؟ لأنها تنسوي الماء كانت أحتاج الماء لين نتصل الماء ذوكي الماء يمكن أن تنسل الماء لذوكي الماء اضفرها لذوكي الماء كافي الماء ثمي الماء والأوراق ديلها بانتظام نبتاه أملأ الفراغات بما يناسب تذبول حية تبقى النبتة الأولى تبقى حية وتنمو بينما تذبول النبتة الثانية وتموت قلنا النبتة الأولى ما نوقع عليها؟ حية وتنمو معناتها تكبر بينما تذبول النبتة الثانية وتموت أتستنتيج في إتمام الجملة التالية ضروري لحية النبتة ونموها ماذا يحمل؟ ما كانت هذه النبتة محتاجة؟ الماء ضروري لحية النبتة ونموها بες تكبر الحياة باش تحيى وتكبر إذن الماء ضروري إحتل الإنسان وحيتل الحيوان الماء ضروري لحية النبتة ونموها انجز المناولتين اثنان وثلاثة ولاحظ النتائج وأتمم الجملة أسفل كل مناولة بما يناسب الضوء والهواء أخذ نبتتين متشبهتين وأضع إحدهما هي النبتة التالية في الهواء أغطي نبتة الرابعة بكيس بلاستيكي أغطي نبتة الرابعة بكيس بلاستيكي سوف نرى النتائج بعد بضعة أيام تبقى النبتة تالية حية وتنمو تذبل النبتة الرابعة وتموت إذن هذه النبتة التالية تتبقى حية وتنمو بينما النبتة الرابعة تذبل وتموت لأنها مغطية لا تستنفاش من الهواء لأن الهواء ضروري هذه اللي عندها الهواء رهية تتبقى حية وتنمو بينما هذه اللي مغطية وما خلينا الهاش الهواء يوصل لها تذبل وتموت كما وقع علينا فهذه مع الماء كذلك الهواء لأن النبتة تحتاج إلى الماء والهواء والطربة والأملح المادنية والأملح المادنية تتخذها من الطربة إذن هنا المناولة الثانية ونتائجها فالنتيجة هذه شنو تنقولوا الهواء لأن هنا شنو اللي خلع هذه النبتة هذه تذبل وتموت وهو الهواء ما وصل لهاش الهواء بينما هذه الهواء وصل لها خلينا لها الهواء هلاش دك الشي هلاش قد حية وتنمو إذن عندنا الهواء الهواء ضروري لحية النباتات ونموها قد تبقى حية وتنمو الهواء ضروري لحية النباتات ونموها نشوفوا هذه الوضعية قد أضعوا نبتتين متشابهتين تانية هذه نبتة متشابهة إحدى هما النبتة الخامسة هي النبتة الخامسة في مكان مضاء معنى فيه الضوء اشتي الضوء جايها من هذه النفيدة هذه هي مخصة تعيش في واحد المكان اللي هو مظلم النبتة تحتاج إلى الماء والهواء والضوء وماء والهواء والضوء في الافتراضات الماء والهواء والتربة والضوء نضيف النبتة السادسة في مكان مظلم النبتة السادسة تدبول وتموت لأنها تحتاج إلى الضوء المناولة الثالثة ونتائجها الضوء ضروري لحياة النبتة ونموها الضوء ضروري لحياة النبتة الضوء ضروري لحياة النبتة الضوء ضروري لحياة النبتة ونموها الضوء ضروري لحياة النبتة ونموها الضوء ضروري لحياة النبتة الماء والهواء والتربة والأملح المعدينية والضوء الضوء ضروري لحياة النبتة الضوء ضروري لحياة النبتة المستوى الثالثة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة